السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت مننا يلقاكم هذا الفيديو بأحساب أحوال وصحة جيدة كيديرين يكلبس عليكم مزيانين كيدرتم مع الشغل ديال الكوزينة عيتوا لا مازال والحمد لله كل شي بالآجر اليوم غادي ندير معكم إن شاء الله واحد صيجار بالفرماج كما وعدتكم وغادي نديروا واحد الحشوة ديال البريوات جديدة ووزوينا وبنينا غادي تعجبكم نمشيوا المقادير وطريقة التحضير غادي نبدو إن شاء الله في السيجار ديال الفرماج اللي كنتو طلبتوه مني بزاف كي نشد الفرماج المربع وكن نقسموه على جوش وكن لسقو مع بعضياتو على هاتش كل ورا كي يلسق بالنسبة لهاد الفرماج جربت بزاف ديال الفرامج وهاد الفرماج هو اللي كي يعجبني علاش وختي كي برد كي يبقى كريمي ورطب ما كي يقصاحش خصوه لما كلتيش سخون الفرماج الاخر لما كلتيش سخون دغاية كي يجي كي يولي كي يجمد وكيولي ما زوينش هذا كي يبقى رطب وخي يبرد بالنسبة للتنسيم ديروا فيه شوية دسعصر وشوية ديال السودانية صافي هاتش اللي كنديره والكمية ديروا الكمية اللي بغيته انا كندير بحال هاد الكمية كاتتقادة وكنعاود ندير كمية اخرى حتى كي يبغيوها بزال كنشدو الورقة كنقسموها على سسة كنقسموها في الول على النص هاد الورقة اللي عندي را كبيرة كنقسمها على النص وهدك النص كنقسموه على ثلاثة يعني متلاتات ثلاثة صافي كان اخوذ الفرماج ديالي بحالة كيتشوفو وورا ما كيترتقش نيهائيا نيهائيا في المقلع ما كيترتقش كاللوو علي باش جنيبات كيكونو متان او العامرين بالورقة ما يكونوش خاويين وضغيات تحرق لنا الفرماج هانتو ما غاتشوفو كل شي على عينيكم وحت هاد كنتو طلبتوهم وقلتو ليوالو وشاركوهم معانا داكشي علاش باش نشاركوهم معاكم ارازوين ان هما اللي كاندير كانت كاندير بزافة الانواع ولكن هاد النوع اللي 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 عاجب ولادي وعاجبني تانا كانديرو شوية ديالتطحين باش غلصو كنحطو كنقمصة مرة انتا كنكملو الكيميال اللي عندنا كانتو ما كل ويلوية اللولة ما كانتنيوش الجوانب باش كيكون عندنا الجوانب بجوج وريقاتانتو ما باش كيكونو محميين من زيت محميين ما زوينين صافي كانديرو شوية ديالتطحين جربت واحد الفرماج اللي خصيصا ديال لينيم را كيت باع الكيلو جربتو هو زوين ما كيت ترتقشو ولكن المشكلة ديالو كيبرد كيولي بحلقاتو جربت ديالسوند ويتشات جربت الفرامج الاخرين كيبردو كيولي بحلقاتو هذا كيبقى هو هو صافي كانكملهم على هاتشكل يمكن لكم تخشيهم في المجمد او لا تقليوهم مباشرة ما يكتر ليهم تنشي حاجة كيجيو مجموعين وزوينين هادو ماشي غير في رمضان هادو على طول العام يمكن لكم تزوقوا بهم البساطة تزوقوا بهم شوات تزوقوا بهم ججم حمار بزاف الحاجة كان خليو المقلة تدخون انا مدخلتهم لا في المجمد ولكن اذا قدتوا تدخلوهم انا ماشي مشكل را كان خزنهم انا في المجمد بالنسبة للتحمار ديال هاد هاد سيجار خصوها كيكون محمرين شي شوية انا ماشي تخليوه متا يتحرقو حسرة يقدروا تحرقوه لكم من الداخل انتو ما غاد شوفو اللون هذا ماشي هو اللون معه جاء ضاوي بزاف انتو ما غاد شوفوه مني غنحط نوريكم لهاتجي غادي شوفو اللون الحقيقي بحال هاداك اللون يعني مدهبين بحال أنكو بحال أنكو مدهبين صافي غادي تحبلو ماشي تخليوه متا يتحمرو لا تحمره ها انتو ما بحالة تشكل مدهبين كيبقوا بيضين من الداخل وطريين وكريمين وزوينين ومشي رائعين أكثر من رائعين وغادي نزيد نبارتاجي معاكم واحد تعميرة زوينة زوينة وخطيرة ومختلفة وجديدة ولكن المضاق خطير خطير وزوين الشي لاخور رخزنتوا في المجميد كنخليه مني كنجبدو مباشرة للزيت هذا مباشرة سنقليته يلا غادي ندوزو البريوات الأخرين اللي غادي شوفوهم حوشوة جديدة وبنينا اللي هما هادو كيبانو لكم عدنا كيلو ونص ديال الميرنة معلقة كبيرة ديال التوابل ديال الحوث السودانية الملحة شوية زيت زيتون سوفو غادي نخلطو ما نكتروش التوابل باش نخليه الحوث يعطي المضاق دياله صار في شوية الحرور كيبغي الحرور وشوية ديال التوابل ديال السمك اللي فيها كل شي شوفو الميرنة كديرة باش تعرفوها جديدة تتكون واقفة وخاح درس دياله والكريشة ديالها نقية ورتبة من هناك تعرفو الميرنة را كيلو ونص هنا ونتو مالح قياس ديروه لحسابكم أنا عندي كمية كبيرة سوف نديرها في الطاوة وندخلها للفران تكون أعلى درجة وما تبقاش بزاف دغية دغية ونخرجوها نديرها وندوزو نديرو واحد المقلة فوق النار ندير زيت زيتون او لا او مع الزبدة لابغيتو نديرو الزبدة ديروه أنا ما نديرش الزبدة غادي نديرو واحدة لبصلة كبيرة خضارية هيو ايو ذاك الخضورية ديالها نخلي وتتشحر كنضيف لها سكين جبير الملحة تقريبا واحد ثلاثة الفصوص ديال التون نخليهم تاو متى يتشحروا ونحط لزيبيناغ دائما البنات لزيبيناغ حيضوا منهم ذاك الراحة باش كيجيو زوينين في الحشوات ما يجيوش ذاك الراحة رات يبقى هو هو كيبقى طويل من الاحسن حيدو ذاك الراحة ليسيكون رجيلة ديالهم حيدوها وخليهم هاكا لزيبيناغ دائما النار مجهدى دغية دغية كينزلون وكيبقوا في اللون ديالهم كيما شفتو صافي بالنسبة اللي بغي يدير الزبدة يدير الزبدة عندي الكروفيت عندي واحد تقريبا واحد رابعة اشي شوية ماشي بزاف غادي ندير واحد المعلقة ديال اه اه اعطرية ديال الحوت وعدنا اه الفلفلة حمراء وعدنا السودانية وعدنا صوص ديال الصوجة تقريبا واحد معلقة الجوج وعدنا نص حامضة معصرة صافي غادي نضيف من اربعة تال خمسة ديال الفرماجات المربعين او ستة صافي كان خلطهم او من بعد كان نضيف واحد جوج ديال المربعات ديال الشعرية ديال الروز او ثلاثة اللي كان شدو ممكن نفزقهم في المغليان خمسة ديال دقيق ومن بعد كان نشفو انا دووزهم في الهاشوار باش ما كيجوش بينين وكيعطيو ديك تعليقه صافي كان نضيف القزبر او معدنوس صافي والحشوة ديالي هاي موجودة الحوت رع طعب ضغية ضغية ما تفوتوش لي عشرة دقيق النار مجهدة ملفق وملتحت انتو ما شوفو تيكون طري ما تخليوش نهائيا انتو انشف لانشف ما بقى في ميد دار هانتو ما بقي طري صافي غادي نقوهم زيانو نحيدو لقع الشيلي فيه وغادي نحطوه فوق العمارة او فوق الحشوة اللولة وغادي نخلطوه اللولدة تعملت انت بغيوش ليزيبيناغ هنا ما غيبانوش ليزيبيناغ نهائيا انا ولادي ماتي يكلوش ليزيبيناغ ودابا ماتوا عليهم هادي الحشوة اللي تتكون مالكة وزوينا وماشية رائعة اكتر من رائعة ونسيت ما قلت لكم جديرو شوية سكين جبير طري حقو شوية سكين جبير طري مني تتكونو تطيبو في الحشوة ديالكم مني درناليزيبيناغ نضيفو شوية سكين جبير طري كنشد الورقة ديالي غادي نديرها كبيرة هاد البريوات غادي نديرهم كبار كنقطع شرائط في حالة شكل كندير الجهة الحرشة الفوق والملسة التحت صافيوكو نحط الحشوة ديالي بالنسبة للطيب ديال البريوات راه ساهل دائما خليو شوية ديال الورقات البسطيلة باش تعرفو تنيو هانتو مكا تنيو التنيا اللولة بحلاقة وكاتشدو القناة وكاتبداو غادي باش الحشوة ديالكم ما تخرجو تتبقى مقادة ونعاودو ندورو للجهة الاخرى بحلاقة تتبقى البريوة مقادة إلا كنتو بغيتو تديرهم في الفران بلا ما تديرو فيهم لطحين لوالو كنتو بغيتو تقليوو لسقوهم شوية ديال الطحين ها شوية ماشي بزاف ما تكتروش أولا أبيض البيض وكنخشي هنا يا الورقة عندي رزوينة سبارك الله ديال البوخار فنة صافي وكنسد على هاتشكل كان بقى مستمرة تنكمل الكمية اللي عندي أنا را خزنت النص ديالهم را باقي ما ساليتش وشوية را نقليتو باش نوريه ليكم الكمية اللي يدرسرها كثيرة المهم أنا كنخزنهم في المجميد كل مرة كندير شوية بغيتو تديرهم في الفران غادي تشعلوا الفران تيسخن مزيان وغا تدخلهم على مية وثمانين تيتحمروا وتخرجوهم بغيتو تقليوهم على هاتشكل كي يجيو تاني سخانين وزوينين ونشفوهم وبصحة والراحة وكنشكركم على المشاهدة وأستودعكم اللي إلى فيديو قادم إن شاء الله بسلام